تتساقط اتباعنا مختلف أنواع القضائف التي تستهدف أحيى منطقة حيس بمحافظة الحديدة والمرسلة من قبل ميليشيا الحوثي هنا سقطت قضيفة كاتيوشا فسقط هؤلاء المدنيين بين قتيل وجريه فالآن في قضيفة الهون اللي ضربت الآن قبل عشر دقائق قبل ما يقارب عشر دقائق قتل فيها أكثر من ستة أشخاص مدنيين ليس عسكريين ولم حتى يصيبوا إصابة بسيطة من أي شخص عسكري وأنما هم مدنيين وأنما هو وسط الشارع المأهول بالسكان هي إذن حرب على المدنيين سياسة تنتهجها ميليشيا الحوثي عندما تواجه انتكاسة نمام زحف قوات القيش الوطني التي تنتزع مناطق واحية ومساحات واسعة من قبضتها كل يوم ضحايا أروح المستشفى كلهم مدنيين أكثرهم مدنيين تجمعات المدنيين أكثر شيء استهدفوها في حيث يعني يرمو عشواء اللهم صلى الله عليه وسلم يعني يوميا عشرين ثلاثين أكل حاقة المصاب شناء المستشفى المصاب واحد يعني في حالته خطير يعني المنظمات الإنسانية الدولية بمختلف مسمياتها لا تحضر عند الانتهاكات التي واجهها المدنيون من قبل ميليشيا الحوثي لكنها تحضر مع كل تقدم تحققه القوات الحكومية تحضر في كل مرة من أن هناك كارثة إنسانية ما ستحدث إذا استعاد الجيش الوطني مدينة الحديدة وميناءها وهو موقف واضح ينحز لعصابة تهدد المنطقة بأكملها فيما هدفها الرئيس لا أثار له